بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني نلتقي مع حل تدريبات وأسئلات وأنشطة مادة التربية الدينية الإسلامية وموعدنا اليوم مع حل التقييم التكويني على المحور الرابع طبعا هذه الأسئلة والتدريبات مهمة جدا تابعها معي حتى النهاية حتى تستفيد من كل سؤال ففيها مراجعة شاملة على ما تم دراسته وخصوصا طبعا المحور الرابع التقييم التكويني طبعا أذكرك في البداية أن تقوم بالاشتراك في الفيديو شارك الاشتراك في هذا في القناة يعني ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء شاركه شاركه حتى يستفيد الجميع النشاط الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين طبعا هذا على جزء أو القسم اللي هو الخاص بالعقيدة اختر الإجابة الصحيحة معنى اسم الله تعالى الحكيم هو الذي يفعل كل شيء نختار هل بإتقان أم في الوقت المناسب أم بالطريقة المناسبة أم كل ما سبق طبعا كل ما سبق معنى اسم الله تعالى الحكيم يعني يفعل كل شيء بإتقان طبعا وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وكما ذكرنا ذلك في تعريف اسم الله الحكيم أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طبعا ابن عم الرسول اللي هو العباس بن عبد المطالب طيب الرسول أوصاه بإيه هل بعدم الغضب أم الصدق أم حفظ أوامر الله عز وجل طبعا بحفظ أوامر الله أن يحفظ أوامر الله عز وجل جيم النون والميم المشددتان طبعا من أحكام التجويد النون والميم المشددتان يجب ضموهما غنوهما فتحوهما طبعا كلنا يجب ايه غنوهما غنوهما اللي هو أحكام الغنة يعني طيب بمقدار حركتين يعني لهم حكم ايه الغنة النون والميم بتكون ايه فيهم غنة كده بمقدار ايه حركتين طبعا ايه مقدار قبل الإصبع أو بسطه طيب بدون سرعة وبدون ايه بطء ذاقت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم البشري فقط أم الحيوان والنبات فقط أم جميع المخلوقات في البيئة طبعا جميع المخلوقات ذاقت من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة النبي كانت شاملة لجميع الايه المخلوقات حتى طبعا حن له اللي هو جذع النخلة وكان الرسول رحيما به وضمه المهم هأ أمر الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بماذا الأرض أكمل أمر الله الإنسان هل بتخريب الأرض طبعا لا أم بإفساد طبعا إعمار يبقى أمر الله الإنسان بإعمار الأرض طبعا إجابات يعني سهلة وبديهية إذن هذا هو النشاط الأول ننتقل يا أصدقائي إلى النشاط الثاني ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل التالية علامة صح أو خطأ طيب هيا بنا نصر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر المسلمين انتصروا أم خسروا طبعا انتصروا في غزوة بدر رقم باء في أثناء ذهاب المسلمين إلى جبل أحد بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحب ما يقرب من 300 مقاتل من المنافقين طبعا الإجابة هنا صح كان بقيادة مين لهم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين انسحبوا أثناء المعركة طيب جيم أول معتمر في الإسلام هو عبد الرحمن بن عوف طبعا الإجابة خطأ ودرس عبد الرحمن بن عوف طبعا محزوف من هذا المنهج اللي هو الجديد طيب هذه السنة يهم دال عبر بنو إسرائيل إلى صحراء مدين عبر بنو إسرائيل إلى صحراء مدين بعدما غرق فرعون وجنوده في الماء هل هذا الكلام صحيح طبعا الإجابة هنا خطأ ننتقل إلى النشاط الثالث وخاص بقسم العبادات أكمل الجمل التالية طبعا هو أعطاك اختيارات بتختار منها وتضع في المكان المناسب الله تعالى الرزق الطهارة الجهدة النماء المال الزكاة رقم ألف الزكاة في اللغة هي ماذا؟ هي النماء والطهارة بإذن الزكاة طبعا في اللغة هي النماء والإيه؟ النماء هذه الكلمة وهذه الكلمة يبقى النماء والطهارة دي كلمة الزكاة معناها في اللغة في اللغة العربية طيب رقم باقي شرط في زكاة الزروع تحديدا احنا قلنا الزكاة أنواع منها زكاة الزروع زكاة الزروع طبعا في زكاة المواشي وزكاة الفلوس اللي هي الأموال طيب شرط في زكاة الزروع كل نوع طبعا ليه شرط أن يكون المزكي هو الذي يبذل، يبذل ماذا؟ يبذل الجهد، يبذل الجهد، وماذا؟ والرزق في الزراعة والسقية، إذن هذا هو الشرط، من أداب الزكاة، من أداب الجهد والمال، الجهد والمال طبعاً، إذن يبذل الجهد والمال طيب، من أداب الزكاة، تيقن المزكي أن الرزق بيد مين؟ بيد الله تعالى، الذي يعطيه أفضل مما أنفق، إذن مرة أخرى، الزكاة في اللغة هي النماء له والطهارة طيب، شرط في زكاة الزروع أن يكون المزكي هو الذي يبذل، يبذل ماذا؟ الجهد والمال في الزراعة والسقية، يكون بمجهوده طيب، من أداب الزكاة، يعني ما يكونش مثلاً إيه؟ بالمطر، بماء المطر أو هكذا من أداب الزكاة، تيقن المزكي أن النمازة، أن رزق بيد مين؟ أكيد بيد الله سبحانه وتعالى، الذي يعطيه أفضل مما أنفق إذن يا أصدقائي، نكون بهذا قد تدربنا على ما تم درسته في هذا المحور، اللي هو المحور الرابع أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الحل، اكتبوا لنا في التعليقات كل الأراء والاقتراحات الخاصة بهذا الفيديو واقتراحتكم أيضاً لتطوير القناة، شكراً لكم وإن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك حتى يستفيد منه طبعاً الجميع لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والتعليق كما قلنا وأيضاً فعل الجرس حتى يصل إليك كل جديد الفيديو القادم بإذن الله سوف نتحدث عن هذا المشروع مشروع الخاص بالمحور الرابع انتظرونا، شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته